السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلاب الصف الثامن درسنا لهذا اليوم من وحدة القرآن الكريم الدرس الثاني الله مالك الملك الله مالك الملك أقرأ النص متأملا فيه الفكرة الآتية تفرض الله تعالى بالخلق والإيجاد والتدبير والتصرف في الكون الدعاء من لوازم الإيمان والتوحيد حقيقة البعث والنشور وجوب السعي في إصلاح الأرض سوف نقرأ الآيات الكريمة ونتدبر معانيها وكيف أن الله تفرد بالخلق والإيجاد وكيف أن الدعاء من لوازم الإيمان وأن البعث والنشور حقيقة لا بد منها وأنه يجب علينا أن نسعى ونصلح الأرض ونعمل بها لكي نأكل من ثمرها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العظيم فإذن أبناء الطلاب كما قرأنا الآيات رأينا أن الله سبحانه وتعالى يؤكد في هذه الآيات الكريمة أنه هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الشمس والقمر والنجوم كل ذلك بأمره سبحانه وتعالى ثم أمرنا الله سبحانه أن ندعوه تضرعا وخفية أن ندعوه جهرا وسرا وأن ندعوه خوفا ورجاءا وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نصلح الأرض ونحرثها ونزرعها وننتظم بنظامها ولا نكون من المفسدين فيها فرحمة الله سبحانه وتعالى قريبة من المحسنين فقط ثم يقول سبحانه وتعالى أنه الذي يرسل الرياح التي تقل السحاب الثقال التي تأتي بالغيمة الماطرة فتمطر على الأرض الميتة فيخرج النبات من هذه الأرض بعد المطر هذا كله يشبه خروجنا من الأرض عند البعث والنشور والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك يصرف الله سبحانه وتعالى الآيات لمن يشكره لقوم يشكرون وبالشكر تدوم النعم مفردات ومعانيها من خلال قراءتنا لهذه الآيات الكريمة مرت معنا بعض المفردات حثيثا يطلبه حثيثا أي طلبا سريعا من غير فتور تضرعا أي تذللا أدعوا ربكم تضرعا أي تذللوا بالدعاء وبكوا عند الدعاء فإن لم تبكوا فتباكوا فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرى عبده باكيا ذليلا خاضعا عندما يدعوه بشرا بين يدي رحمته بشرا أي مبشرات بالغيث والذي هو المطر حتى إذا أقلت سحابا حتى إذا أقلت أي حملت ورفعت تأتي هذه الرياح حاملة مسيرة لتلك الغيمة الماطرة التي تمطر فوق الأرض الميتة فيخرج النبات بإذن ربه ثقالا أثقالة بحمل الماء تكون الغيمة ثقيلة لأنها مليئة بالماء والذي هو المطر تعلمت من كلام الله تعالى أن جميع المخلوقات في هذا الكون خاضعة لأمر الله وسلطانه يلجأ المؤمن دوما إلى الله ويتضرع إليه بالدعاء لأنه المالك المتصرف في هذا الكون يتقرب المؤمن إلى الله تعالى بالإحسان إلى الآخرين ومنع سبل الإفساد في الأرض حقيقة خروج النبات من الأرض الميتة تذكر الناس بحقيقة البعث والنشور يوم القيامة المؤمن كالأرض الطيبة تقبل الخير وتقدم الخير العميم فإذن ما تعلمناه من هذه الآيات الكريمة أن كل ما في هذا الكون من مخلوقات هو خاضع لأمر الله وسلطانه وتعلمنا أيضا أنه يجب على المؤمن دوما أن يتضرع إلى الله تعالى بالدعاء في كل حالاته في الخوف والشدة والرجاء يتقرب المؤمن أيضا إلى الله تعالى بالإحسان إلى الآخرين ومد يد العون لهم ومنع سبل الإفساد في الأرض ثم رأينا كيف أن الله تعالى شبه خروج النبات من الأرض الميتة يشبه حقيقة البعث والنشور يوم القيامة عندما ينفخ في الصور للنفخة الثانية يخرج الناس من الأجداث من القبور من الأرض كخروج النبات من الأرض الميتة والمؤمن كالأرض الطيبة تقبل الخير وتقدم الخير العميم لكل الناس إلى هنا أبناء الطلاب يكون قد انتهى درسنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر